على غرار ما حدث أبانا الصراع بين عامي 2003 و2008 في منطقة دارفور غرب السودان والذي أدى إلى مقتل أكثر من 300 ألف شخص وتشريد ما يربع على مليوني شخص حذر الاتحاد الأوروبي من خطر وقوع إبادة جماعية أخرى في دارفور بعد تصاعد حدة وشراسة المعارك بين الجيش السوداني وقوات الدعم السريع مسؤول سياسة الخارجية بالاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل تحدث في بيان عن تقارير نقلاً عن شهود عيان أفادوا بمقتل ما يزيد على ألف شخص من قبيلة المساليت في أردمتا بولاية غرب دارفور خلال هجمات شنتها قوات الدعم السريع في الأيام الماضية بوريل أكد أن هذه الأعمال التي وصفها بالوحشية جزء من حملة تطهير عرقي أوصع نطاقاً تنفذها قوات الدعم السريع بهدف القضاء على مجتمع المساليت غير العربي في غرب دارفور مشدداً على أنه لا يمكن للمجتمع الدولي أن يغضى الطرف عما يحدث في دارفور ويسمح بحدوث إبادة جماعية أخرى في هذه المنطقة بدورها قالت المنظمة الدولية للهجرة الخميس أن تقارير أفادت بمقتل نحو 700 شخص في غرب دارفور بعد اشتباكة بين الجيش السوداني وقوات الدعم السريع في الجنينة يومي الرابع والخمس من نوفمبر 22 الجاري وكانت وكالة رويترز أوردت أنه في الفترة بين شهري أبريل نيسان ويونيو حزيران من هذا العام شنت قوات الدعم السريع وفصائل عربية متحالفة معها هجمات منهجية على مدى أسابيع استادفت المساليت وهم قبيلة تشكل غالبية السكان الجنينة مع اندلاع الحرب مع الجيش السوداني وآدت الحرب الدائرة منذ نيسان أبريل بين الجيش السوداني وقوات الدعم السريع شبه العسكرية إلى زعزعة استقرار المنطقة الغربية وأشعلت من جديد نزاعات قائمة منذ فترة طويلة هناك